دعونا الآن مشاهدين أن نستعرض بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول بحسب ميو كلينك أولا ترتفع نسبة احتمالات الإصابة بهذه الحالة قليلا لدى أي شخص لديه أقارب من الدرجة الأولى مصابون بداء السكري من النوع الأول كما يرفع أيضا من هذه الاحتمالات وجود بعض الخصائص الوراثية من خاطر الإصابة بالسكري من النوع الأول وكلما ابتعدت عن خط الاستواء ازداد عدد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول ويمكن أن يظهر داء السكري من النوع الأول في أي عمر ولكنه يظهر على فترتي ذروة واضحتين الأولى لدى الأطفال بين أربعة وسبعة أعوام والثانية بين عشرة أعوام وأربعة عشر عاما وينضم إلينا الدكتور حازم عدنان جيرمانوس وهو أخصائي الطب الباطني صباح الخير عليك دكتور دكتور قبل ما ندخل في تفاصيل هذا العقار الجديد ما هو مرض السكري من النوع الأول ليأتي لليافعين كما تحدثنا وما هي أعراض أيضا بالحديث عن المرض السكري من النمط الأول هو أحد أنماط الداء السكري اللي ممكن نحن نشوفه بالمجتمع النمط الأول من الداء السكري بيصيب عادة كما كان يقال الأطفال لكن ممكن أن يكتشف عند الأطفال عند المراهقين حتى عند الأدولت أو عند الكهول في ذروتين مثل ما تفضلت وذكرته في ذروتين للإصابة بالنمط الأول من الداء السكري بين الأربع وسبع سنوات وبين العشرة والأربعة عشر عام من العمر لكن ممكن أن يتم اكتشافه بأي عمر وبالمقابل بالنسبة للداء السكري من النمط الأول إذا بدنا نحكي عن الأعراض يلي ممكن نشوفها عنده هي الأعراض التي تشبهها الإصابة بالداء السكري بشكل عام يلي هي كثرة الشعور بالعطش أو كثرة التبول عند الأطفال نشوف كثرة التبول الليلي فقدان الوزن أو اضطراب بالمزاج ببعض الحالات أو نوع من عدم الارتياح عند الطفل بشكل عام هذه الأعراض الممكن نحن نشوفها لما يدخل المرض مرحلة التظاهر الإكلينيكي طيب اليوم نحن نتحدث عن هذا التطور الجديد في الوقاية من مرض السكري من نوع الأول أو يعني تأخير على الأقل الإصابة به العقار تبليزوماب حضى بالفعل بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولكن أريد أن أعرف رأيك في هذا العقار والفارق الذي سيحدثه في عالم مرض السكري نعم هذا العقار تبليزوماب أو زيلد هو من الأدوية الجديدة التي وافقت عليها منظمة الصحة والغذاء الأمريكية الذي من شأنه أن يؤخر تطور الداء السكري من النمط الأول إلى المرحلة الثالثة ستيج ثري ما هو الفرق؟ ماذا نعني بالمرحلة الثالثة؟ النمط واحد من الداء السكري لديه ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي تعنى بوجود الأجسام الضدية للخلايا التي تنتج الأنسولين في البنكرياس بالمقابل لا يوجد أي اضطراب بسكر الدم المرحلة الثانية باختصار يوجد أيضا الأجسام الضدية اثنين أو أكثر في الدم بالإضافة لأضطراب بمستويات سكر الدم من غير وجود أعراض المرحلة الثالثة وجود ما تكلمنا عنه بالإضافة لوجود الأعراض التي تنتمي مثل ما ذكرنا العطش التبول الزائد أو نقص الوزن أو اضطراب المزاج هذه الأجسام التي تهاجم الخلايا التي تنتج الأنسولين النمط الأول من الداء السكري يعنى بوجود أجسام مضادة في جهاز المناعة تهاجم الخلايا بيتا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الأنسولين الذي من شأنه تخفيض مستويات سكر الدم للحدود الطبيعي وإدخال السكر إلى الخلايا لإنتاج الطاقة فالهدف من هذا الدواء ووجوده في عالم العلاج هو محاولة تقليل الوصول إلى المرحلة الثالثة من النمط واحد من الداء السكري قدر الإمكان إذا استطعنا ذلك من أجل تخفيف الإصابة بالاختلاطات الناجمة عن الداء السكري في المستقبل نعم طيب ما هي طبيعة المواد الموجودة في هذا العقار حسب قراءتك لي هل ممكن يكون هو تحول فعلا في علاج هذا المرض أو بس تثبيت هذه الأعراض حتى لا ننتقل المراحل القادمة منها مثل ما حضرتك ذكرتي هو فعلا دواء رائع جدا في تأخير الوصول إلى المرحلة الثالثة وبالتالي ليس العلاج الجذري إنما هو تأخير الوصول إلى الأعراض التي نتمنى أن لا يصاب بها المرضى هذا الدواء هو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي ترتبط ببعض الخلايا المرتبطة بجهاز المناعة وبالتالي تقليل تضعيف نسبة استجابة جهاز المناعة وبنفس الوقت يقلل من مهاجمة خلايا الجهاز المناعي لخلايا بيت المنتج للإنسلين في البونكرياس ولكن هل هذا يعني أنه يثبت جهاز المناعة؟ ما أنه فقط ينطقي الخلايا الضدية التي ذكرتها التي تهاجم الخلايا المنتجة للإنسلين ويخبرها فقط ألا تهاجم هذه الخلايا هو لا يثبت جهاز المناعة بمعنى كامل هو يضعف أو يعدل من استجابة جهاز المناعة وبالتالي بارتباطه ببعض الخلايا الموجودة بجهاز المناعة يقلل من مهاجمتها لخلايا بيت المنتج للإنسلين في البونكرياس وبالتالي يقلل من تطور المرحلة الثالثة من الداء السكري نمط واحد طيب بما أن هذا العقار ممكن يعطي أمل ولو أمل يعني أمل مؤقت حتى لمرضى السكري كذلك هل نقدر نقول أن هذا العقار يفتح باب الاستثمار أمام باب زيادة الاستثمار في البحوث على عقارات أخرى لعلاج هذا المرض أو أنواع السكري تماما سوف يحدث ثورة في عالم علاج النمط الأول من الداء السكري بخصائصه وبامتيازاته بتأخير الوصول إلى المرحلة الثالثة وبالتالي تجنيب المرضى المعاناة من اختلاطات الداء السكري ومضاعفاته بالإضافة لتقليل إصابتهم بالمرحلة الإكلينيكية من الداء السكري وفعلا دواء رائع جدا وواعد هل تعتقد أنه يساعد أيضا في علاج أمراض أخرى لا أعني مباشرة ولكنه يفتح باب جديد لعلاج بعض الأمراض التي في نهاية سببها مناعي جهاز المناعة سواء قوي أو ضعيف يهاجم خلايا الجسم ويؤثر في عملها هذه الفكرة يبدو أنها منتشر هذه الأيام في الكثير من الأبحاث هل تعتقد أنها خطوة للأمام ربما في علاج أمراض أخرى بسبب الجهاز المناعي أيضا أمراض مناعية نعم وهذا الاحتمال وارد جدا كونه ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي نستخدمها في علاج الكثير من الأمراض المتعلقة بجهاز المناعة مثل داء كرون أو التهاب الكرون التقرحي ينتمي إلى نفس العائلة التي نحن نستخدم فيها هذه الأدوية التي من شأنها تضعيف أو تقليل من استجابة جهاز المناعة ضد الأمراض التي يحدثها بمهاجمته لخلايا الجسد في بلدان العربية وحنا حكينا على الجزائر قبل قليل وعن ازدياد نسبة المصابين بمرض السكري هناك في الجزائر والأردن حسب مديرسات تقول والأحصائيات تقول هناك زيادة في أعداد المصابين لماذا هذه الزيادة بالذات في هذه البلدان أو في البلدان العربية تحديدا؟ بطبيعة الحال المرض من الطبيعي أنه تتهم فيها العوامل الجينية ومن الجميل بالموضوع عندما نتكلم عن زيادة عدد أمراض الإصابات هذا ممكن أن يعكس الوعي الصحي الموجود لدى هذه المجتمعات بالكشف المبكر عن وجود هذه الإصابات بالإضافة إلى مثل ما ذكرنا في بداية الحوار كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تزداد نسبة الإصابات جغرافيا ولكن الأحصائيات التي أجريت في هذه البلدان أثبتت وجود فعلا ارتفاع في نسبة الإصابة وللأسف نقول أن هناك ارتفاع في نسبة الإصابة ولكن أقول لك أنه يعكس زيادة في الكشف الطبي بحيث يسمح لنا أو يتيح لنا المجال بالكشف المبكر عن وجود هذه الأمراض وبالتالي يعطي مجال لهذا الدواء بأن يجنبنا الوصول إلى المرحلة الثالثة أو مضاعفات هذا المرض بنفس الوقت شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح الدكتور حازم عدنان جرمانوس أخصائي الطب البطنية شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمشاهدة اشتركوا في القناة